در أينكوف مزوبرماركت التسوق في السوبرماركت در زوبرماركت هو السوبرماركت در أينكوف هو التسوق حرف جر إن هنا بلوس داتيف أم زمستاج موغن جيين تيم وزاين موتا سوم زوبرماركت في صباح يوم السبت أم زمستاج موغن ندمج موغن يعني الصباح دير موغن مع اليوم تعطينا دير زمستاج موغن يعني صباح يوم السبت يذهبون تيم وأمه زاين موتا يعني أمه إلى السوبرماركت تسم هي تسو بلوس ديم لأن عندنا حرف جر تسو بلوس داتيف هنا استخدمنا حرف جر تسو لأننا نقصد تيم وأمه داهبون إلى السوبرماركت بصفة عامة إذا كنا نقصد داهبون إلى داخل البناية نستخدم في هذه الحالة حرف جر 1 يعني يحتاجون إلى المواد الغدائية الفعل براوخن يعني يحتاجوا يحتاجوا داس لبنسمتل تبقى نفسها في الجمع دي لبنسمتل المواد الغدائية دي لبنسمتل المواد الغدائية زاكت ماما الأم تقول نحتاجوا إلى الفواكه داس أبست دي ملش الحليب وداس بروت هو الخبز في السوبرماركت حرف جر 1 هنا بلوس داتف لماذا؟ لأنني أقول في السوبرماركت لا توجد حركة لا يوجد تغيير مكان يأخذ تيم عربة تسوق نمت هو الفعل نامن هو فعل بلوس أكوزاتيف معنى أخذ يأخذوا دي أينكافسفاغن هي عربة التسوق زوأست جيينزي تسور ميلش أبتايلون أولا يذهبون إلى قسم الألبان دي أبتايلون يعني قسم دي ميلش أبتايلون قسم الألبان ماما نمت أين فلاشة ميلش وند جيبت زي تيم يعني الأم تأخذوا قارورة حليب أين فلاشة يعني قارورة دي فلاشة وتعطيها لي تيم جيبت هو الفعل جيبن يعني أعطى يعطي تيم لكت دي ميلش إن دين فاغن تيم يضع الحليب في العربة الفعل لغن يعني وضع يضع لغن حرف جرئين هنا بلوس أكوزاتيف لماذا؟ لأن عندنا حركة يضع الأم أعطته القارورة ثم قام بوضعها في العربة دي واغن يوجد العديد أو الكثير من الأصناف للاختيار إيس جيبت يعني يوجدو دي سورة هي الأصناف دي أصوال هو الاختيار تم ويلت أين كروسس براونس بروت تم يختارو الفعل هنا هو ويلن يعني اختار يختارو هو فعل بلوس أكوزاتيف خبزا كبيرا بني براون هو اللون البني داس بروت سيط لكا اوس ساكت ماما الأم تقول الخبز يبدو شهيا أو لديدا لكا يعني شهي أو لديد اوسزين فعل معناه بدا يبدو هو فعل منفصل بعدما قاموا بوضع الخبز في العربة تعني بعدما أدات ربط تعني بعدما نخدم إرئنت سيخ تم أن دي آية تذكرة تم البايد سيخ إرئنان آن يعني تذكرة في الإنعكاسي معناه تذكرة هو فعل بلوس أكوزاتيف يكون معه حرف جرآن ويكون كذلك بلوس أكوزاتيف دي آية هو البيض داس آي في المفرد دي آية في الجمع زي هولن أين باكون آية يجلبون عبوة بايد الفعل هولن هو فعل بلوس أكوزاتيف ومعناه جلبة أين باكون آية عبوة بايد أو علبة بايد زي فورزيشتش كن حديرن زي فورزيشتش دي آية زيند تسر بغشليش وانت ماما الأم تنبه أو تحدر الفعل هو وانن يعني حدر أو نبه البيض هاش أو قابل للكسر تسر بغشليش يعني قابل للكسر أو هاش زي غين تسو أوبست وانت جميزة أبتايلون يذهبون إلى قسم الفواكه والخضار دي أوبست وانت جميزة أبتايلون قسم الفواكه والخضار إيش ماك أبفل وانت بانان أحبو التفاح والموز دي أبفل التفاح دي بانان الموز موغن يعني أحبا بلوس أكوزاتيف لدينا كل شيء نحتاجه تيم دعنا نذهب إلى على التسجيل المدفوعات النقدية دي كاسة على التسجيل المدفوعات النقدية لس أونس يعني دعنا الفعل هو لسن دي شلانج وانشت لانج يعني الطابور لم يكن طويلا دي شلانج يعني الطابور و هو الفعل زين في الماضي و لم يكن عليهم الانتظار طويلا يعني انتظرا ينتظرو موسن هو فعل من الأفعال المساعدة ومعناه وجب أو ينبغي أن لانج يعني لفترة طويلة أو طويلا دي كاسيرغن سكنت دي زخن يعني الصرافة تقوم بالمسح الضوئي للأشياء أو الأغراض دي كاسيرغن يعني الصرافة والصراف يسمى دي كاسيرغن دي كاسيرغن دي كاسيرغن دي كاسيرغن سكنن يعني هذا الفعل التي تقوم به الصرافة المسح الضوئي دي زخن يعني الأغراض أو الأشياء دي زخن وتقول المجموع هو عشرون يورو ماما بتصالت وتقول دانك يعني الأم تدفع وتقول شكرا الفعل هو بتصال يعني دفع يدفع عندما تدفع في مكان ما يعني يجمعون مشترياتهم في سلة تسوق دي أينكوف سكوب هي سلة التسوق الفعل باكن معناه جمع دي أينكوف وهي المشتريات دي أينكوف نخدم أينكوف بعد التسوق دي أينكوف هو التسوق جيين تيم وتزيين موتا نخ هاوزه يذهبون تيم و أمه إلى المنزل نخ هاوزه سي باكن دي لبنزمتل اوز يوفرون المواد الغدائية دي لبنزمتل المواد الغدائية الفعل اوزباكن ومعنا فررغة ومعنا فررغة ومعنا فررغة ومعنا فررغة ومعنا فررغة ومعنا فررغة يتطلعون إلى العشاء اللادية دي سوف يحضرونه لاحقا يعني لاحقا الفعل زبغايتن يعني حضره يحضره ترجمة نانسي قنقر